مساء الخير دنيس مساء الخير نبيل الحكومة أين حكومة لا حكومة يعني المذال اللبناني منتظر ولادة هذه الحكومة لربما لن تبصر النور قبل الانهيار الكامل اللي عم نعيشه بعد ما في شيء يؤكد أنه في حكومة أو حتى ما في أجواء تحسن بأنه سيحصل اعتذار هذا الأسبوع تتأرجح الأجواء بين الحكومة والاعتذار بالأمس قطع قرار القاضي غادعون في حق حاكم مصر في لبنان طريق بعبدة أمام الرئيس المكلف اليوم لغم جديد وضع على طريقه وهو قرار إحضار رئيس الحكومة المستقيل حسان الدياب وإن كان البعض يستبعد أي تأثير للقرار القضائي في حق الرئيس السني على مسار التأليف إلى بعبدة حمل الرئيس مقاطي التشكيل النهائية تاركا للرئيس حرية الإجابة المباشرة عليها أو التريط لبعض الوقت لمزيد من الدرس كما حصل اللقاء لم يدوم أكثر من 30 دقيقة غادر بعدها مقاطي من دون الإدلاء بأي تصريح وفي ذلك مؤشر على أن الساعات المقبلة ما قبل القرار النهائي سيلتزم مقاطي الصمت حتى يس حتى أو بانتظار جواب الرئيس ميشيل عون النهائي إما الموافقة على التشكيلة وإلا فإلى الاعتدار في أبعد تقدير يوم السبت المقبل كما تقول مصادر مقربة من مقاطي البعض يتحدث عن مراوحة سلبية ستطبع المرحلة المقبلة وإذا رفض الرئيس ميشيل عون التشكيلة ولم يتم الاتفاق على العقد التي لا تزال متبقية فهناك قرار سني يجري الحديث عنه في الكواليس بتجميد التشكيل بأي حال مصادر قصر بعبدة أكدت أنه لا يسأل بعبدة أو لا يسأل الرئيس ميشيل عون عن العقد بل يسأل الرئيس ميقاطي والأفريقاء السياسيين الآخرين وأكدت أنه هناك بعض الخلافات لا تزال قائمة حول أربع خمس حقائب هي العدل الداخلية الاقتصاد الشؤون الاجتماعية وحتى نيابة رئاسة الحكومة وعلى ما يبدو اتفق على اجتماع غدا بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لاستكمال التشاور كما أكدت مصادر بعبدة قبل حصول الاجتماع على الرغم من تأكيد الطرفين أنه الإيجابية لا تزال موجودة كشفت معلومات أن الأجواء كانت لا تزال غير مشجعة وسط استمرار التباين على الأسماء العدل والداخلية لم تنجح المقايدة بين الحقيبتين بمعنى تمرير الاسم المقترح للداخلية من قبل مئاتي مقابل تمرير الاسم المقترح للعدل من قبل الرئيس عون وتكشف المعلومات أن عون رفض مجددا مروان الزين المقترح من قبل الرئيس مئاتي للداخلية وأصر على القادي هاري الخوري للعدل بحسب المعلومات النائب السابق سليمان فرنجي حتى الآن لا يزال موقفه نصف مشاركة بحيث ترك للنائب فريد الخازم قرار تسمية وزير الصناعة ورفض هو إعطاء اسم لحقيبة الاتصالات قبل معرفة كيفية توزيع الحصص والأسماء المتبقية والمقترحة للمسيحيين الساعة الـ 48 المقبلة حاسمة على أمل أن تفعل جملة التي رددها ممثل الاتحاد الأوروبي في بعبد وعين التين فعلها معه في وقت اشتركوا في القناة